ارتفاع الأسعار وصل إلى أكثر من 40% وسبب يعود إلى ارتفاع سعر الدولار الأمر الذي أدى إلى تدهول عجلة الاقتصاد للمواطن موظفاً كان أو كاسباً مما أثر على قوة الشراء في الأسواق الموظف الذي كان لديه قدرة شراء على شراء 600 إلى 700 ألف في الشهر كان يرصده للتبضع من الأسواق الآن قد يرصد أقل من 100 ألف لهذا هذا الإحجام من قبل المواطن أولاً والموظف الثاني يأتي بسبب ارتفاع السلع الموجودة ارتفاع سعر الدولار ألقى بظلال على ارتفاع الأسعار الموجودة في السوق المحلي المواد التي كانت تشتريها ب500 دينار الآن سعر سعرها 1500 دينار غياب الرقابة الحكومية وعدم خلق توازن بين ارتفاع الدولار ودخل الفردة خلق ركوداً في الأسواق وبات شراء المواطن يقتصر على الغذاء فقط مقتصداً باحتياجاته الأخرى غارقاً في هموم العيش بعشراء بس على قد الأكل محد ما يشتري قميص ما يروح يشتري من السوق بس على مدأكل يروحه أبو الدخل المحدود وماكو رعاني أي شيء رعاني خلونا بحالة لا يرثى عليها ماكو رعاني لا حكومة باوى علينا لا شيء باوى علينا ومنا يصعدون الأسعار والأسعار كلها حتى التاجر شي سوي التاجر يجيب دولار أغلاء ويبيع للمواطن والمواطن شي سوي ما يأكل يموت من الجوع لا وجود لحلول جذرية ومنطقية من الحكومة لإنصاف المواطن الذي باتت رقبته بيد السيد بن جمين فكلما ارتفع سعره اختنق المواطن وقلت سبل العيش لديه لقناة التغيير سعدون السلطان كاركوك